بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكريم لقد مضت 155 عاما كانت شاهدة على عراقة البرلمان المصري قدم خلالها نموزجا فريدا بين برلمانات العالم في إرساء دعائم الأطر المؤسسية لتدشين أسس الحياة النيابية بمعناها الإجراء الصحيح ليس فقط لعراقة نشأته بل لكونه منارة تنويرية لنشر الثقافة البرلمانية ونبراسا مديئا تشع من خلاله قيم الممارسة الديمقراطية السليمة التي استلهمت من فيضيها الشعوب العربية والإفريقية نموزجا يحتزى به في بناء تجربتها البرلمانية ليقف البرلمان المصري شاهدا على التاريخ راويا لفصوله كاتبا لأحداثه ولقد شهد البرلمان المصري لحزارة تاريخية فارقة غيرت مجرى الحياة السياسية المصرية وألقت بزلال التغيير على ملامح المنظومة الإقليمية والدولية واليوم يصر الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلتقي بكم في عرص جديد للديمقراطية يتمثل في استحقاق من الاستحقاقات الدستورية وهو الدعوة إلى انتخابات مجلس جديد للنواب بعد أن أوشكت مدة سلفه على الانتهاء وذلك كله نافازا لحكم الدستور وإذا كانت هذه الانتخابات ستجرى في ظل ظروف صعبة تكمن في مواجهة مصر كغيرها من دول العالم لجائحة كورونا المستجد فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أخذت على عاطقها مناطة بها الدستور والقانون من تنظيم جميع العمليات المرتبطة بهذه الانتخابات والإشراف عليها متسلحة في ذلك باتخاذ كافة التدابير التي قررتها الدول الدولة المصرية أيضا لمواجهة هذا الفيروس وبما وفرته الدولة متمثلة في كافة الأجهزة المعنية من الوسائل التي تكفل وتيسر أداء الناخبين بأصواتهم في أمن وأمان داخل مقار اللجان الانتخابية هذا وهو ما وهذا هو ما سبق أن انتهجته الهيئة الوطنية بالأمس القريب في انتخابات أول مجلس الشيوخ وشهد به القاسي والداني ونطقت به وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة وقد أشهدت به منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والأجنبية ولعل الناظر بعين الحق والإنصاف يدرك بصورة جلية الحرص على قيام المؤسسات الدستورية بالمهام الموكلة لها بحكم الدستور دونما توقف أو تأخير أو تأجيل مهما كانت التحديات والصعوبات السيدات والسادة الحضور الكريم ونفاذا لأحكام الدستور يتفضل السيد القاضي لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد ورئيس الهيئة الوطنية الانتخابات بإلقاء كلمته معلنا فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب والجدول الزمني لهذه الانتخابات فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم شعب مصر الوفي الأبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات من الآن أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات بعد ثورتين عظيمتين ومضت أيام وتعاقبت السنوات وباشر المجلس نشاطه ما بين اجتماعات لجان وانعقاد جلسات اطلع خلالها بمسؤولياته الدستورية كسلطة تشريعية تحمل خلالها أعباء جسامة واتطلع خلالها بمهام عظام فوجب شكر المجلس الحالي رئيساً وأعضاءاً على ما أدوه من دور واليوم قاربت مدة مجلس النواب على منتهاها وآن أوان انتخاب مجلس نيابي جديد في فصله التشريعي الثاني وتلك هي سمة الديموقراطية انتخابات دورية في الموعد المحدد لها في إطار من التنافسية والتعددية مما يجعل من الديموقراطية أداة اختيار وانتقاء وفي الوقت ذاته أداة للتقييم ووسيلة للمحاسبة فيكافأ المجد تحت قبة البرلمان بإعادة انتخابه من قبل الناخبين المقيدين بقعدة بيانات الناخبين بدائرته السيدات والسادة لقد حددت المادة 106 من الدستور مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وأوجبت إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولما كان مجلس النواب الحالي قد اجتمع في أول انعقاد له في العاشر من شهر يناير عام 2016 ومن ثم تنتهي مدته في التاسع من الشهر ذاته عام 2021 وبناء على ذلك يكون واجباً إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال الفترة التي حددها الدستور والقانون وعليه فقد قمنا بوضع جدول زمني محدد واضح يشمل الفترة الزمنية لكل إجراء من إجراءات فتح باب الترشح وإعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين ورموزهم والطعن عليها وإعلان القائمة النهائية وتحديد بدء فترة الدعاية وموعد التنازل ونشره وبدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان النتائج وكذا انتخابات الأعادة في الخارج والداخل وإعلان النتائج سيامة وأن الانتخابات ستجرى على مرحلتين وعليه وبعد الإطلاع على أحكام الدستور وأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وأحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وأحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية لانتخابات وبناء على ما قرره مجلس إدارة الهيئة الوطنية لانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم 10-9-2020 أصدر القرار رقم 52 لسنة 2020 على النحو الآت الناخبون المقاعدة وأسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين مدعوون لانتخاب باة مجلس النواب لشغل عدد 284 مقعداً بالنظام الفردي وعدد 284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة وذلك وفق الجدول الزمني الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية وسيجري تسليمكم أسطوانة مدمجة عليها كافة القرارات المنظمة للعملية الانتخابية رفقة قرار دعوة الناخبين على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب العام 2020 اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 تسعة عشرين عشرين حتى يوم السبت الموافق 26 تسعة عشرين عشرين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً معدى اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً وهنا أنوه على كل من يرغب الترشح أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم تبقى للضوابط التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة وحرصاً من الهيئة على أن يستوفى كل المترشحين أوراق ترشحهم قبل انتهاء المعادة لذلك بتقديمهم وباقي المسندات بلجان المتابعة المشكلة بموجب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات وبالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة الخارجية في ضوء ما يكتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد فقد قررت الهيئة أن يتولى المصريون بالخارج تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 27-9-2020 إلى يوم السبت الموافق 10-10-2020 وكذلك طباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19-2020 للمرحلة الأولى ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22-11-2020 للمرحلة الثانية على أن تجرى الانتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21-22-23-10-2020 وتجري الانتخابات بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مسابة توقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24-25-10-2020 وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصى يومي الأحد الموافق 21-2020 كما تجرى انتخابات الأعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21-22-23-11-2020 وتجرى انتخابات الأعادة بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي الاثنين والثلساء الموافقين 23-24-11-2020 وتعلن الوطني الانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصى يوم الاثنين الموافق 30-11-2020 وتجرى الانتخابات بالنسبة للمرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام الأربعة والخميس والجمعة الموافقين أربعة في الخارج أيام الأربعة والجمعة الموافقين أربعة يومين السبت والأحد الموافقين سبعة وثمانية أحد عشر عشرين عشرين وتجرى انتخابات الأعداء في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين خمسة وستة سبعة اتناشر عشرين عشرين وتجرى الانتخابات في الداخل يومين الاثنين والسلساء الموافقين سبعة وتمانية اتناشر عشرين عشرين وتعلن الهيئة الوطنية الانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصى يوم الاثنين الموافق 14-12-2020 السيدات والسادة إن الهيئة الوطنية الانتخابات ستجري هذه الانتخابات في ظل وباء كورونا الذي يكتاح العالم مثل سابقتها انتخابات مجلس الشيوغ باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا وحفاظا على أطراف العملية الانتخابية وبعد تواصلنا مع الوزارات والجهات المختصة في الدولة والتنسيق فيما بيننا وضعنا قواعد صارمة منظمة للدعاية الانتخابية ولدخول اللجان الانتخابية وللتعامل مع المشرفين عليها وأمنائها ووفرنا كل ما يلزم من وسائل للوقاية ومن تلك القواعد تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل البدء في التصويت وبعده في خلال اليومين وفي خلال الإعادة التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية مع قيام الهيئة بتوفير كمامات مجانية لمن يحضر إلى مقر لجنة الاقتراع بدون ارتداء الكمامة تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية الانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار الزام كافة المرشحين بالدعاء على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات قيام رئيس اللجنة الفرعية بتكليف موظف مختص للتعرف على شخصية الناخب في حال قيام اللبس في شخصيتي بسبب ارتداء الكمامة وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تجرى الانتخابات في الموعد المقرر لها دون أن يمنعنا الوباء من إجرائها أو يقفنا عن مباشرة حقنا وأداء واجبنا في الترشح والانتخاب والخروج بانتخابات حرة نزيهة آمنة وتلك هي الإجراءات التي شاهد بها العالم وأثنى عليها بعد أن ثبت نجاح مصر في تنظيم انتخابات مجلس شيوغ في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد السيدات والسادة إن للمجالس النيابية دوراً بارزاً في حياة الشعوب وهي إحدى صور الديموقراطية غير المباشرة وأفضل ما خلص عليه الفكر الديموقراطية حتى الآن وفي شأن خصوصية مجلس النواب المصري فقد ناط به الدستور اختصاصات عزام واجعله قابضاً بيده على زمام سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للبلاد والرقابة على عمل الحكومة ما يجعل لهذا المجلس بالغ التأثير في واقع مصر ومستقبلها ويجعل من حسن انتقاء أعضائه ضرورة لا مناصة منها السيدات والسادة إن الديموقراطية التي نعيشها تبر عبر المشاركة الحر للمواطن في الحياة السياسية التعددية من خلال مساهمته في الأنشطة الحزبية وممارسته لحرية التعبير واحتكامه إلى صندوق الاقتراع سواء كان ناخباً أو مترشحاً فأقبل شعب مصر على انتخابات مجلس النواب مترشحين وناخبين وأشد على يد كل من استوفى الشروط المقررة قانوناً سواء من الأحزاب السياسية أو المستقلين ووجد فيه نفسه القدرة على الاطلاع بمهام العضوية أن يتقدم إلى لجام متابعة سير الانتخابات بأوراق ترشحه سواء على المقاعد الفردية أو تلك المخصصة للقوائم وأن يعلن على ناخبه برنامجه ويتواصل معه ويعمل على إقناعهم عسى أن ينال ثقتهم وأدعو كل المتمتعين بحقوقهم السياسية أن يطلعوا قبلاً على بيانات المترشحين ويدرسوا برامجهم ويقفوا على توجهتهم وآرائهم وسياستهم وأن يتوجهوا في أيام الاقتراع إلى اللجان الفرعية ويدلوا بأصواتهم لمن يروا فيه خيراً لأنفسهم وعسرهم ولوطنهم السيدات والسادة قارنوا ووازنوا وفاضلوا واختاروا الأصلح والأفضل فصوتكم أمانة لا تعطوه إلا لمن يستحق والإدلاء بالصوت التزام أخلاقي وواجب وطني قبل أن يكون التزاماً قانونياً فرضاه الدستور والقانون والقعود عن الإدلاء بالصوت نقول عن أداء الأمانة ونقض للعهد الذي قطعناه وآباؤنا وأجدادنا مع وطننا السيدات والسادة أدعوكم للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس النواب حتى لا يجلس تحت قبة المرمان العتيق إلا جدير بها خادر على تحقيق آمالكم ونقل رؤاكم إلى المعنين بها وللمرأة المصرية أقول لقد خصك الدستور بنسبة سابتة دائماً من أعضاء مجلس النواب 25% من عدد مقاعدها على الأقل وهي النسبة الأكبر في تاريخ مصر تقديراً لمسيرة المرأة في الحياة السياسية وإيماناً بطاقتها وقدراتها ومن هنا ندعو نساء مصر أن يحرصنا على التوافد على لجان الاقتراع وأن يقفنا في طليعة صفوف الناخبين كعادتهن وأن يدلينا بأصواتهن لاختيار من يمثلهن من المترشحات والمترشحين ولأبناء مصر من زو الاحتياجات الخاصة نقول موضعكم القلب من الحب والاهتمام لحثكم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب ونحن جميعاً في استقبالكم وكلنا حريصون على مشاركتكم وتوجيهات دائماً رؤساء اللجان وأمنائها بدفع المشقة عنكم أبناء مصر في الخارج إن مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم حرصت على الإقرار بحق مواطنيها المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم حال تواجدهم في دول إقاماتهم إيماناً بدوركم في بناء وطنكم وسعيكم الدائم لرفعة مصركم وقد بدأت الهيئة الوطنية الانتخابات كل جهد ممكن بالتنسيق والتعامل مع وزارة الخارجية من أجل تمكينكم من الإدلاء بأصواتكم بما يوسر عليكم ويراع النظم المعمولة بها في دول إقاماتكم ويحفظ لإجراءات الاقتراع سريتها ونزاهتها فأقبلوا على المشاركة واختاروا من يمثلكم في مجلس النواب وأقول للشباب الغيور على وطنه أن يغتنم هذا الاستحقاق النيابي ليثبت حضوره فيه مترشحاً وناخباً معززاً بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله السيدات والسادة فإننا نحص كل من عزم الترشح في الانتخابات من المنتمين لأحزاب أو المستقلين أن يخوض غمار المنافسة بشرف لا نريد الانتخابات التشريعية المقبلة مجرد منافسة من أجل الفوز بالمقاعد بل تسابقاً من أجل ترجيح أفضل البرامج وخيرة النخب الجديرة بالنيابة عن الشعب بأمانة وكفاءة بقصد الوصول إلى مجلس نيابي جدير بنجاحات التي تليق بصر وإن الهيئة الوطنية الانتخابات رئيسًا وأعضاءً مجلس الإدارة وجهازات التنفيذية جميعًا على يقين من الوقوف على مسافةٍ واحدة من جميع المترشحين وفاءً بقسامنا باحترام الدستور والقانون والتزامًا بمعايير الشفافية والنزاهة وبوازع من ضمير القاضي وتجرده وحياده لتخرج الانتخابات بشكلٍ يليق بحجم مصر بلدنا وأمال وطموحات شعبنا ومن جانبنا نلتزم كهيئة وطنية الانتخابات بالفصل في التزلُّمات التي تُقدَّم إلينا بعدالة القاضي وحياده وأن نعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء وستُجرَى هذه الانتخابات شأن سابقتها تحت إشرافٍ قضائيٍ كامل بمعنى أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب مندوب المترشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة وفي النهاية أطالب جميع الناخبين أن يكونوا على قدر هذا الاستحقاق وذلك بالإقبال الحاشد على لجال الاقتراع من أجل الوصول إلى مجلس النيابي قادر على إنجاح مسيرة بلدنا مصر الحديثة بارككم الله ووفق مسعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة